لا اتفاق تركيا روسيا حول إدلب رغم دفء الصور التي رشحت عن اجتماع الرئيسين التركي والروسي في موسكو إلا أنها تحمل في طياتها برودا في الرؤى واختلافا حادا في تطلعات الحل في سوريا ويؤكد خبراء ومحللون أن الزيارة لم تخرج عن طابعها البروتوكولي الذي توجته المصالح لا أكثر بينما بقيت خطوط السياسة منفصلة وجاء قصف المقاتلات الروسية لنقطة المراقبة التركية بيشير مغار غرب حمال يثبت عمق الهوة بين الطرفين روسيا وتركيا اختلاف يبدو أن المعارضة السورية المسلحة لا زالت تراهن عليه في إعادة رسم خرائط المناطق التي سيطر عليها النظام السوري مؤخرا في خان شيخون حيث تؤكد أنها بدأت معركة جديدة لكسر خطوط الدفاع الأولى لقوات النظام على محاور تل مرق والسلومية والجدوعية وشم الهوى جنوب شرقي إدلب انطلاقا من مواقع سيطرتها في بلدة التمانع وتقول المعارضة إن السيطرة على تل مرق القريب من شرق التمانع تعني الالتفاف على قوات النظام التي تتمركز في محوري تل سكيك وتل ترعي وقطع طرق الإمداد عنها في رسالة مفادها إن فصائل المعارضة خسرت معركة ولكنها لم تخسر الحرب وتبقى أنصاف الاتفاقات المعضلة الأساسية في الحالة السورية التي تحكمها مصالح الدول التي تدير هذا الملف الذي حكم عليه بالضياع منذ البداية من جانب أن الروس لن يقبلوا بأي حل تفاوضي يفضي إلى تهديد بقاء نظام الأسد وواجهوه بتطبيق سياسة الأرض المحروقة لفرض إرادتهم وإجبار السوريين على القبول وهي النقطة التي لا يزال الثائرون منهم رافضين لها وتظهر في معاركهم المستمرة بأرياف إدلب وحمى حيث أدركوا تماما أن تكون المبادرة منهم لتحسين أوضاعهم وظروفهم العسكرية والسياسية